قليلا عن المستقبل عمار عمور أنا بالنسبة لي شخصيا أريد وأتمنى بقاء جمال بالماضي على رأس المنتخب الوطني الجزائري نظرا للعمل الكبير الذي قام به طيلة سنوات لا يمكن محاسبة الرجل على عشر ثواني ضاع فيها حلم كأس العالم هناك عمل كبير أنجزة هناك قاعدة متينة بني عليها هذا العمل 35 مباراة دون خسارة الفوز بكأس أمم إفريقيا منتخب الجزائري صار فخرا للجميع وليس للجزائريين فقط سرنا أحاديث الأمريكيين والأوروبيين والأسيويين منتخبنا الوطني كان يلامس العالمية فوزنا بمبارايات كبيرة وكثيرة تحت رعاية هذا الرجل الآن صحيح أننا خرجنا في الدور الأول من كأس إفريقيا لظروف يعلمها الجميع وأقصينا من كأس العالم لكن ما الفائدة من تغيير المدرب الآن خاصة أنه اللاعبين كلهم يريدون بقاءه ويريدون أن يواصلوا العمل معه ما دعبنا أنضم صوتي لصوتك ما دعبنا جمال بالماضي ما يروحش وخدمت على سنوات الثلاثة أو أربع سنوات اللي فاتت ما تروحش هكذاك بس كنت يروح جمال بالماضي تصورت صدمة كوبدافريك صدمة عدم تأهل كأس العالم ثم صدمة ذهب الأب الروحي بعض اللاعبين أن بعض اللاعبين كان بالنسبة لهم جمال بالماضي الأب الروحي قبل جمال بالماضي ناس كامل ما كنت تشوف بلايلي يرجع المنتخب الوطني ويظهر بهذاك المستوى تذكرنا بلايلي أنه مثال من الأمثلة بالعمري يعني بزاف الأمثلة لذلك تشوف كيف تركيز تاحه وكيف المستوى تاحه ما رح يكون دون جمال بالماضي لذلك ما لازمش نرجع المنتخب الوطني الجزائري إلى نقطة السفر لازم نبدأ من انتهت هذه المقابلة نحوصه على الأخطاء تاعنا وليحوص على الأخطاء سيد جمال بالماضي والطاقم تاعه وهو الواحد اللي يعطي يعرف الأخطاء والحلول تصور كنت جيب أحد أخر ممكن ما يعرفش الأخطاء اللي كانت ويبدأ من نقطة السفر وذا رح يضيع الوقت كثير على المنتخب الوطني الجزائري تصور اللاعبين ليرام حابين يجوه للمنتخب الجزائري ليرام يشطف في أنديا في أوروبا تصورت علاقتهم بالمنتخب الوطني الجزائري وذهاب جمال بالماضي ممكن رح يحبسوا الدركاب ممكن تفكيرتهم رح يفكروا دفوا تروفوا باش يجوه للمنتخب الوطني الجزائري لكن وجود جمال بالماضي رح يطيهم طمأنينة أكثر رح يخليهم ينضموا إلى المنتخب الوطني الجزائري باعت الحال أضم صوتي لصوتك الأخي محمد وين جمال بالماضي؟ هذا صوتي لا 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 صوتك ضميته عمرك قال كلاما جميلا قالك لا يوجد أي شخص حاليا يعرف خبايا وكواليس المنتخب الوطني مثل جمال بالماضي ومدرب لي عاش الفرحة وعاش لحظات حزن مع المنتخب ولحظات إخفاق يعني يعرف جيدا أين يكمن المشكل يعرف جيدا اللاعبين يعرف جيدا المحيط الأفضل أن يواصل ويغير ويصلح من أن تأتي بشخص جديد لا يعرف المنتخب ربما يحتاج لفترة أخرى من أجل اكتشاف صح صح هو شيء الأخ محمد شيء من المفرغ منه يعني تغير بش تغير يعني مش ممكن التغير يعني أجاب جمال بالماضي غير هذا المنتخب الوطني أعطاله يعني قوة أعطاله هيبة الساحة الإفريقية نحن كنا نتمنين تأهل المونديال لأنه هو يعني جمال بالماضي الآن نفسية تاعه أظن من الصعب يعني أنه يتكلم على المستقبل تاعه في الوقت الراهن لأنك تجي تشوف يعني الإخفاق تاع التأهل للمونديال رح يسبب له يعني عدة يعني مشاكل يعني ذلك الناخب الوطني هو أدرى يعني يقدر يكمل يعني المغامرة تاعه مع المنتخب الوطني لأن التعلق تاع الناخب الوطني ليس تعلق يعني مع لاعينه فقط هو تعلق مع الجمهور الجزائري اللي يحبه يعني بشغف يعني لم أرى يعني في حياتي حب يعني الجماهير كحب جماهير المنتخب الجزائري لهذا الناخب الوطني لهذا نتمنى يعني هذا الناخب يقعد ويعطي اللمسة تاعه وإن شاء الله بالتوفيق قاسي سعيد أنا أقول من الصعب بشقعة جمال بالماضي في المنتخب الوطني لماذا؟ لماذا نقول لك محمد أنت قلت منذ ثلاث سنوات وفي المنتخب ثلاث سنوات في الجزائر كم تسوي في العالم؟ نقول لك ثلاثين سنة محمد من التعب صعيب كتير باش تخدم في المنتخب الجزائري لما تقولوا ربما يوجد حلول أنا نقول لنا نطرح سؤال وحد آخر علي ما وجيش حلول من نقصة كاسيفرقيا إلى هالمقابلة الفاصلات على الكاملون هذا ولكن هنا من نخبيه وش يعني الشمس بالغرب نقول بالجبل المردين أدى عمل كبير ولكن الكرة الجزائرية لا تزول بذهاب جبل من ماضي أنت مع ذهابه أو مع بقائه؟ من الصعب اللي بقى محمد ثلاث سنوات على رأس منتخب خاصة في هذا الظروف في البلاد كل ما واسمها الجزائر وماذا استفدنا من كثرة تغييرات المدربين الذين تعاقبوا على المنتخب الوطني الجزائري كنا انتقت لي شخصيا كنا نباتوا مع مدرب ونودوا مع مدرب نناموا على مدرب وننهض على مدرب جديد صح ماذا استفدنا من كثرة تغيير المدربين؟ لماذا لا نستفيد من تجارب المنتخبات الكبرى؟ شوف مثلاً في ألمانيا تقريباً ثمانية أو تسع سنوات باش يغيروا المدرب يعطيوا له أمد طويل والنتائج تعرفها شوف مثلاً منتخب الفرنسي رغم إقصاءه مؤخراً من اليورو لم يتم إبعاد دي 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 شو شوف تجريب الطاب عريز مع المنتخب الأوروغواياني هكذا أمار أوروغواياني؟ عشر سنوات كمية مازالوا مريض لا مؤخراً محمد ليس مستقر شوفي ظهر لي ما سمعتني شي مريح محمد ما سمعتني انتعطيتني أمثلة في أوروبا ونقتل ثلث سنوات يساوين ثلث سنوات في أوروبا نعطي مثل في أفريقيا أربعة هاو في العام الخامس مع المنتخب السينيغالي فوز بكاس إفريقيا نهائي كأس الأمم الإفريقية في 2019 تأهل مرتين إلى نهائيات كأس العالم نحن نفذنا بكاس إفريقيا خرجنا في الدول الأول بكاس إفريقيا وتقسينا في كأس العالم نعطي مثل آخر عندك فوز بكاس إفريقيا عندك سنسلة انتصارات 35 مباركة نعطي مثل آخر المنتخب المصري 2005 حتى 2000 تقريباً وحداش شحات على رأس المنتخب المصري فاز بثلاث كؤوس إفريقية متتالية لما ابتعد الاستقرار المنتخب المصري المنتخب المصري لم نرى في 2013 في كاس إفريقيا لم نرى في 2015 في كاس إفريقيا حتى 2017 شارك كأنهم لم يشارك في 2019 في الدور الثاني انهازم استقرار في أي منتخب مهم جداً ونحن نعرف استقرار خاصة في منتخبنا لأننا نعرف منتخبنا جيداً منتخب الجزائري نعطي استقرار لازم له في ظروف أن المنتخب الوحيد ليخدم وحده ما كانش استقرار تسييري لأن التسيير لن يفيد المنتخب كما في مصر أو في المغرب أو في تونس لأن التسيير يتعنى من جهة والمنتخب في جهة المنتخب من ناحية التقنية ممتاز جداً لازم جمال بالماضي يعاود يدقى ويكون فريق تنافسي لـ 2014 نعم مدرب موجود وأثبت كفاءته وفاز بكأس إفريقيا صحيح؟ كل مدرب عنده عثارات شفنا مدربين فازوا بكأس العالم وبعد ذلك خرجوا في الأدوار الأولى والأمثلة كثيرة على ذلك أخذ مثلاً مدرب المنتخب الإيطالي في 2006 فاز بكأس العالم في 2010 خرج من الدور الأول تتحدث عن مارشيلو ليبي واحد من أعمدة التدريب في العالم ديلبوسكي ديلبوسكي نفس الشيء خرج من الدور الأول 2010-2014 دي دي شو فاز بكأس العالم وفشل أيضاً في اليورو الأخير لوف لوف ثم خرج من الدور الأول يعني الفشل يعني عملة موجودة في كرة القدم لكن ما أريد طوله الآن لماذا نغير؟ الرجل أثبت كفاءته لعبين عندنا موجودين ومتفاهمين كل التفاهم مع هذا المدرب أعتقد أنه ينقصنا فيدرالية أو اتحاد جزائري وقت القدم قوي جداً وعندما أقول اتحاد جزائري أتحدث عن كل المكتب الفيدرالي وافقك عن رأيي أتحدث عن كل المكتب الفيدرالي لا نتحدث عن شخص واحد تأتي به وتطلب منه أن يجتاح إفريقيا ويعمل للكول لازم يكون عمل جماعي عمل تعمكة عمل ساعة 11 أو 12 فرد عمل ممنهج عندك منهجية عندك استراتيجية عندك أهداف تحققها هل هندهم استراتيجية هل هندهم أهداف حقهم إن شاء الله الدولة الجزائرية إن شاء الله الدولة الجزائرية هذا المرة تدخل بيد من حديد وتدخل بقوة من أجل فرض منهجية عمل من أجل فرض استراتيجية من أجل فرض أهداف يجب الوصول إليها لا نعمل هكذا عبدا وكل شيء يكون مرتبط بشخص واحد اسمه جمال بالماضي إن نجح نقدسه وإن فشل نلومه النجاح لازم له شروط واليوم الشروط غير متوفرة محمد النجاح لازم له شروط باش تنجح باش تلحق المهمة لازم لك شروط ولكن اليوم الشروط غير موجودة من 2019 لما فزنا بكاس إفريقيا شروط النجاح غابت لما تشوف أنت فيدرالية متضربة مع مدرب وطني ما تفهموش كيف تحب تلحق هذا الفريق ينجح هذا المندخب من المستحيل أنا بالنسبة لي المشكة في الفيدرالية وفي المدرب لا شروط شروط نكات موجودة باش تخبي الجامل بالماضي ينجح أنا إذا تحب هذا جامل الاستقرار منيه محمد ولكن باش يبقى جامل بالماضي لازم تغير كل المنظومة الكوروية لأن المنظومة الكوروية تعناف فاسدة نعم شكرا جزيلا لك أعتقد بأننا تحدثنا عن كل شيء مزاد قضية يوسف بليلي الذي لم يرتحق بناديه برست مدربه كان قد اشتكى وقال بأننا لم نستطع التواصل معه ولكن يبدو أن يوسف بليلي التحق اليوم بنادي برست ووالده عمي عبد الحافير تحدث اليوم إلى قناة الهدف وقال بأن يوسف كان محبط جدا بعد الإقصاء من المونديال وكان يفكر في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي صدمة كانت كبيرة جدا على يوسف وعلى كل اللاعبين ولكنه اليوم كما قال والده انتحق بعدما تحصل على تذاكر الرحلة التي لم يستطع الحصول عليها بعد المباراة ولده يتحدث عن إمكانية اعتزال يوسف بليلي بعد تعرضه لتلك الصدمة نشوف الخيبة على اللاعب يوسف بليلي خيبة جد كبيرة وإن أي لاعب يتمنى أن يلعب كأس العالم هذا شيء طبيعي وكل المجهودات التي بدلها خاصة هذا اللاعب وإن كان دي سي زيف وكان يعني لو آخر كلام يعني دائما في المباراة الكبيرة سواء في كأس إفريقيا 2000 وطلعت 19 أو في كأس العرب يعني لاعب لي كان جد مميز يعني مع الناخب الوطني جمل بالماضي وبطبيعة الحال يعني النكسة هذه كالنكسة اللي تلقيناها احنا كمتابعين يعني وحتى الجمهور الجزائري لكن وش نقول له نقول له لازم يتماسك ولازم يكون يعني عنده يعني روح رياضية وتكون عنده يعني شجاعة وين يزيد يكمل لأن اللاعب هذا مليح يعني يزيد ونشوفوه يعني فوق الميادين وأنت متعب ما يقوم به قراراته هو إنسان سخون مش عالك فاشي خمم لازم يأخذ الوقت الكافي يومين ثلثة أيام ربع أيام حتى لريز السوسيو مدى بين اللاعبين ولا المدرب ولا قاع يخرجوا قاع يدكوني قاع يخرجوا من هذا مش بنشوفوش حوية ممكن ضرهم ثلثة أيام ربع أيام يخرجوا من هذه الصدمة هذه عاودوا يقرروا من جديد ونتمنوا أنهم كامل اللاعبين عاودوا يرشون هو شوف محمد أن الحلم بتاع أي لعب في العالم هو لعب كاس العالم ولكن ما تنساش بلي كان لعبين كبار اللي ما لعبوش كاس العالم ما لعبوش كاس العالم أما لما يتكلم يوسف على الاعتزال نقول لنا يا لما يلتحق بالفريق راح ينسى كل شي